تلعب الأسرة دورا مهما في غرس الكثير من القيم والأخلاق والسلوكيات التي تساهم في تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم وخلق جيل يستطيع الاعتماد على نفسه ومن أبرز تلك الأدوار تعويض الأبناء على تحمل المسؤولية الذي بدوره يعزز لديهم الاستقلالية وتنمي شخصياتهم بطريقة تمكن الأهالي من الاعتماد على الأبناء في إدارة شؤون الحياة فكيف يمكن غرس الشعور بالمسؤولية لدى الأبناء وما أهمية ذلك وفي المقابل ما خطر الإفراط في تحميل الأبناء مسؤوليات ومهام تفوق قدرتهم على التحمل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الدكتورة نسيبا جلال هنا معنا في صباح بلقيسي سعد صباحك أهلا وسهلا فيك إيه سعد صباحكم أهلا وسهلا فيك بداية هنا دكتورة لو نعرف ما هي المهارات التي يجب من خلالها يعني تعزيز المسؤولية لدى الأبناء تعتبر مهارة تحمل المسؤولية من أهم المهارات اللازمة للنجاح في الحياة للأبناء في المستقبل طبعا وحتى عندما يكون صغارا تبنى هذه المهارات مع الطفل وتكتسب في خلال سنوات العمر وخاصة مرحلة الطفولة مرحلة الطفولة كلما بدأنا مبكرا في تعويض الطفل على المهارات الاستقلالية كلما كان هذا الطفل أكثر نجاحا لذلك نجد أن هذه المهارات أولا هي قسمين القسم الأول مهارة الاعتماد على النفس فالطفل منذ أن يكون صغيرا لا بد أن تبدأ الأم بتعليمه مهارة تناول الطعام لوحده ارتداء ملابسه لوحده أيضا حل واجباته تدريجيا لوحده في الطفولة المبكرة نجد أن الأم تساعد الطفل تدريجيا مثلا في توجيه وإرشاده إلى كيفية حل الواجبات بمساعدة بسيطة ثم تسحب هذه المساعدة تدريجيا ليصل إلى مرحلة يستطيع فيها الاعتماد على نفسه كاملا في أداء واجباته المنزلية أيضا بالترافق مع ذلك أيضا نحن نبدأ في المهارات هذه بشكل متزامن تعويض الطفل على المشاركة أيضا والمساعدة في تحمل مسؤولية والمشاركة في الأعمال المنزلية أو الأعمال المدرسية فمنذ أن يكون الطفل صغيرا تطلب الأم من الطفل أن يساعدها في أعمال المنزل أو الطفلة طبعا لا بد أن يشارك في تنظيم وتنظيف المنزل تحضير مثلا مادة الطعام شراء أغراض للمنزل من الخارج كلما بدأنا بتعليم هذه المهارات للأطفال مبكرا كلما أصبح هذا الطفل أكثر استقلالية وأكثر تحمل للمسؤولية عندما يكبر خاصة إذا كان توجيه الطفل وتعليمه بطريقة محببة لهذا الطفل طبعا تعرف الأطفال في هذا السن قراراتهم لا تزال غير واعية يمكن ما يعرفوا يتخذوا قرارات كويسة فتشوف الأهل يتدخلوا في كثير من القرارات بحرصا وحبا فكيف نوازن ما بين هذا الموضوعين عشان ابن يتخذ قرارات ويتعلم المسؤولية لكن في نفس الوقت يمكن يقع في الأخطاء فكيف نوازن دكتورة؟ طبعا أطفال لابد أثناء تعلمهم تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات معينة في قيام في هذه المسؤوليات المتعددة أكيد سيخطئ الأطفال لابد أن يخطئ الأطفال كما يخطئ الكبار الآن نحن كبار نخطئ في الكثير من المجالات الحياتية رغم أننا أخذنا الكثير من مهارات التعلم وأيضا نضجنا ولكن يبقى الإنسان يخطئ لذلك الخطأ هو مرافق للتعلم ولكن عندما نبدأ في سن مبكر بتعليم الأطفال اتخاذ قراراتهم مع التخلي عن الدلال الزائد حقيقة عندما ترافق هو نحن نسمي أحيانا الحب الزائد الدلال الزائد ولكن هو وجهان لعملة واحدة عندما يبدأ الأهل بالخوف والمبالغة في الخوف على الأبناء من اتخاذهم لقرارات خطأ أو أحيانا عدم قدرتهم هم يظنوا أن الأطفال غير قادرين على تحمل المسؤولية فيبالغوا في دلالهم وتقديم المساعدة لهم في أدنى المهارات الحياتية مثلا في تفتحه الباب تجيب له الشنطرة عنده أي وقت تلوم أغراض المكتب وأشياء يعني فعلا كل شيء تقوم به الأم أو يقوم به الأب بصحيح هذا ينتج لنا حقيقة الشخصية الرجسية أو الأنانية هذا الطفل تعلم منذ الصغر أن يكون هو محور الكون الكل يسارع إلى تلبية طلباته ومساعدته وتوجيهه فينشأ بشخصية ضعيفة نحن نسميها الشخصية الأنانية حقيقة هي من الشخصيات التي يشعر فيها الأشخاص بالتعاسى ولا يشعر بمحبة الآخرين لهم لا يوجد أحد في المجتمع يحب الشخصية الأنانية حقيقة هذا الطفل عندما يتوجه إلى المدرسة سيفاجأ لا يوجد هناك من يسارع إلى مساعدته أو تلبية حاجاته هو تعود في البداية على أن جميع حاجاته تلبى في المنزل فيتلقى صدمة كبيرة عندما يتوجه إلى المدرسة ينصدم فيجد أن الجميع منشغل بتطوير نفسه والقيام بمسؤولياته وهو لا يستطيع أن يجاريهم لأنه لم يتعود فحقيقة تعود تحمل المسؤولية وأيضا تعود اتخاذ القرار مهارة اتخاذ القرار هي تبدأ وتبنى وتكتسب منذ الصغر منذ مرحلة ما قبل المدرسة لعندما ينطلق الطفل إلى المدرسة لن يواجه الكثير من الصعوبات كون الدلال الزائد حقيقة هو من أهم العوائق التي تمنع الطفل من تطوير مهارة تحمل المسؤولية أو مهارة أيضا اتخاذ القرار في مختلف مهارات الحياة وهذا يعني الشيء يخليني أتطرق للسؤال هذا الطفل الكثول أو الاعتمادي ومعتمد بشكل أساسي على أسرته كيف ممكن الأهل يعدلوا من هذا السلوك السلوك الاتكالية يعني صحيح الآن كما أخبرتك مسبقا حقيقة معظم الأطفال لا يحبوا المشاركة في الأعمال المنزلية ويرغبوا أيضا بالدلال ويطلبوه حتى حتى هناك أطفالة سبحان الله تلاقيك كسل بطبعه صحيح لا يوجد كسل بالطبع نحن نسميه تعلم الإنسان يبنى بالتعلم حقيقة ولكن الإنسان بطبعه يميل إلى الكسل عندما يترك هذا الطفل على هذا الطبع هو لن يتعلم المهارات اللازمة له لتطوير الذات ولكن عندما تلاحظ الأم أن طفلها فعلا يميل إلى الكسل لابد أن تتخذ إجراءات مناسبة لمعالجة هذا الكسل الموجود لدى هذا الطفل ممكن أضرب لك مثال حقيقة عندما كنت صغيرة أنا كنت أصغر يعني الطفلة الأصغر وكانت أعباء المنزل أغلبها على أختي لحد معين عندما كبرت بدأت أختي في الاعتراض لماذا الأعمال كلها علي ونسيبة مدللة هنا تدخل أبي وبحزم لابد أن تشارك نسيبة أيضا في أعمال المنزل لا يصح أن تترك أعمال المنزل للأخت الكبرى بكاملها بكيت واعترطت لأنني كنت تعودة يعني كنت أنا تعودة أنني أنا المدللة لا يصح لا الآن أصبح المطبخ مثلا يومي مع مساعدة أمي ويوم الأختي هذا شعرت أنه يعني مهام كبيرة لا أستطيع القيام بها ولكن في الحقيقة هذه المهارات التي بدأت بتعلمها منذ الصغر هي التي بنت شخصيتي قد استخدم أبي الحزم في تعليمي وربما الأم أحيانا لا تتزال صغيرة ولكن الحزم مطلوب في هذه الحالات أحيانا بالفعل يميل الطفل إلى الكسل تدريجيا ولكن دفعه بحزم وبأيضا اسلوب جيد للقيام بمسؤولياته ووجباته هو مهم لتطوير شخصيته الطفل الكسول أحيانا يخاف لا يعرف أنني أستطيع القيام بهذه المهمة يلجأ إلى الكسل للتهرب من هذه المسؤوليات التي لا يعرف كيف يقوم بها ولكن مساعدة هذا الطفل على القيام بهذه المسؤوليات بحزم وتشجيعه هو مهم لتطوير شخصيته بشكل سليم فعلا أنت ذكرت نقطة التطوير يعني يمكن الأهالي ما يعرفوا كيف ينعكس هذا على شخصية أطفالهم فكيف ممكن تحمل المسؤولية يصنع شخصية قيادية صحيح الآن كما قلت لك هو الإسلوب التوجيه والإرشاد مهم جداً لتعليم الطفل تحمل مسؤولياته التي يعني الطفل لا يرغب حقيقة بهذه المهام الكثيرة التي ستوكل له ولكن تدريجياً لابد أن نبدأ بتوجيه الأطفال منذ الصغر على تحمل مسؤولياتهم الشخصية والمساعدة في المنزل وأيضاً في المدرسة يعني من عمر ثلاث سنوات يبدأ الطفل من عمر سنتين نبدأ بتعليم الطفل تناول قطعة من الخبز لوحده الطفل يستمتع على فكرة بتحمل مسؤولياته سنجد أن بعض الأطفال مبادرينهم يحبوا أن يرتدوا ملابسهم لوحدهم ويستمتع بذلك ولكن إذا ما تلقى توجيه حكيم من قبل الأهل لذلك لابد من أن يترافق بتعليم الأطفال تحمل المسؤولية عبارات التشجيع والمحبة أنت تستطيع شاركني أيضاً الأم هي التي تقوم بأعمال وترافق الطفل بمعنى لا تترك الطفل ابدأ بتكنيس الغرفة لوحدك الطفل لا يعرف ولكن تسحب الطفل معها إلى الغرفة أنت الآن كنس الدائرة الصغيرة أنا سأكمل كبداية تدريجياً تنسحب هذه المساعدة تدريجياً من هذا الطفل عندما يكبر وأيضاً لابد من أن أقول لك أن التقليد لدى الطفل يكون في مراحل الطفولة المبكرة كبير جداً وغالباً الأبناء مقلدين لآبائهم عندما تكون الأم نشيطة والأب نشيط يكتسب تدريجياً هذه الصفات الأبناء لا أقول لك تدريجياً لكي لا تلقي أحكام صادمة على الأطفال أحياناً تجد الأم نشيطة والبنت كسولة فتبدأ المجتمع لماذا البنت كسولة لا تساعد؟ بالتدريج هذه البنت ستتحول إلى مرآة لأمها ولكن كله بشكل تدريجي أيضاً لابد من التركيز على عدم الكمالية بمعنى اتساب المهارات وتحمل المسؤولية يكون تدريجي لا يصح أن أطلب من الأبناء أن يكونوا قمة في أداء المهمة في البداية سيخطئ كثيراً ونتحمل الخطأ ولكن هم بحاجة إلى توجيه وإرشاد حكيم وتدريجي وصبر وأيضاً التركيز على العمل الجيد بمعنى عندما يحضر لعندي ضيوف وتقوم ابنتي بعمل كيك أو حل وبسيطة من الجميل أن أفتخر بجهدها أقول للأقرباء أو للأصحاب الذين حضروا لي هذا الكيك من عمل ابنتي والله من أحلى الشعور التي تحس فيها الطفلة يزرع ثقة بنفسها حتى ولو كان غير ناجح يعني الآن الكثير من الأطعمة تؤكل ناجحة غير ناجحة لكن لا نتوقع النجاح على شكل كامل من أول مرة يقوم بها الطفل باستمرار واستمرارية عمر المهارة هي التي تؤدي إلى النجاح في عمل هذه المهارة فعلاً يعني أجمل شعور أنك تحسس وتوصل لابنك شعورك بالفخر فيه اليوم دكتورة ولازم نتطرق لهذا الموضوع لأنه أصبح جزء من حياتنا السوشال ميديا طبعاً زي ما أنت عارفها مع وجود السوشال ميديا يعني أصبح لدينا قيل يفضل دائماً الراحة ودائماً يتكل على منقذات غيره كيف ممكن يعالق الأهالي هذا الموضوع؟ هي مشكلة حقيقية الآن يعني موجودة لدى المراهقين ولدى الشباب بشكل كبير جداً نجد أن هؤلاء الأطفال بدأوا يهملوا من واجباتهم المدرسية وأيضاً التزاماتهم الأسرية بدأوا الآن بالجلوس لوحدهم في غرفة لساعات طويلة دون المشاركة مع الآخرين بمهام الحياة اليومية حقيقة هنا واجب الأهل يكون بتوجيه وإرشاد هؤلاء الشباب والمراهقين خاصة في العمر المبكر ربما عندما يتجاوز الإبن مرحلة معينة العمر لن يستجيب ولكن عندما يكون صغيراً لابد من أن يتم تحديد وقت معين لاستخدام هذه التكنولوجيا باعتبار أن الإنسان بطبعه كان الاجتماعي يحب التفاعل الاجتماعي مع الآخرين وبشكل مباشر أكثر ولكن عندما يتعود حقيقة استخدام الأسائل التواصل الاجتماعي هي عبارة عن عادة وعادة سيئة عندما يتعود منذ الصغر على الجلوس لفترة طويلة على هذه الشاشات هو حقيقة لن يطور مهاراته وأهم مهارة هي مهارة تحمل المسؤولية إذن وضع حدود معينة للتفاعل الاجتماعي مع السوشيال ميديا مهم من قبل الأهل حتى يقوم الأبناء بواجباتهم سواء واجباتهم المدرسية أو واجباتهم الأسارية عندما يتم وضع حدود نحن نسميه وضع حدود معينة في هذا الوقت لا بد من توقيف مثلا وقت تناول الطعام لا بد من أن تتوقف هذه الوسائل ويتوجه الأبناء إلى تناول الطعام مع الأسرة الآن وجدنا الأسرة الكبيرة تأكل أحيانا الأم والأم لوحدها بشكل منفصل أيضا عندما مثلا القيام بالواجبات المدرسية في ساعة الظاهرة لا بد من أن يتم وضع حدود لاستخدام هذه التكنولوجيا حتى ينكمل هؤلاء الأبناء واجباتهم المدرسية ولا يحدث لديهم تقصير في أداء واجباتهم المدرسية جميل جدا ذكرتنا نقاط رائعة حول كيف أن المسؤولية تنعكس بشكل إيجابي على الأطفال لكن في حالة الإفراط من قبل الأهالي في تحميل هؤلاء الأطفال مسؤولية كيف ينعكس هذا على حياتهم وعلى شخصيتهم؟ للأسف يحدث في بعض وصرنا العربية أن تحمل المسؤولية للشخص المبادر يعني هي المبادرة صفة جيدة لدى بعض الأبناء نجد بعض الأبناء يبادر أنا أستطيع القيام بهذا العمل وهو شخصية فكرة ناجحة وشخصية قيادية يظن أنه يستطيع أن يقوم بجميع الأعمال لوحده وبالفعل يقوم بالأعمال وبشكل مدهش ويلفت نظر الأسرة تدريجيا تتخلى الأسرة بذات الأم والأب عن أعمالها وتوكل هذه المهام لهذا الإبن أو الإبنة الطفل عندما يكون صغيرا هو لا يعلم أنه يكلف فوق طاقته يبدأ ويشعر بالراحة لأنه يستطيع القيام بالكثير من الأعمال ويتلقى فعلا العبارات الثناء والمدح من قبل جميع أفراد الأسرة ولكن في هذه الحالة يكلف بالكثير من الأعمال المدرسية المنزلية أو أحيانا غير المنزلية يعني مثلا بعض الأباء يطلب من ابنه يمسك السوبر ماركت صحيح يترك كل ساعة طويلة يترك كلها لهذا الإبن هذا الإبن بالبداية وهو صغير لا يعلم بأنه يتحمل فوق طاقته هذا سيؤثر حقيقة حتى على أداءه لواجباته هو لأنه صغير لا يدرك أنه تحمل أيضا فوق طاقته عندما يكبر سيشعر بالظلم وأيضا سيكون هناك تقصير أكيد في واجباته وبالتالي هو الآن ينظر نظرة حقيقة غير صحية للأهل الآن عندما يكبر سيجد أن الأم قد تخلت عن واجباتها وأعطتها إياه سيجد أيضا أن الأب تخلى عن واجباته وأعطاه هذه الواجبات سيشعر بالظلم والشعور بالظلم هو حقيقة شعور غير جميل وغير لطيف هذا الشعور سيجعل هذا الإبن تدريجيا ينفر ويشعر بعدم المحبة لهذه الأسرة التي ظلمتها طيب دكتورة هذا الشيء يعني خليني أشوف أنه مثلا في المجتمعات العربية بعض الأسر للأسف بسبب بعض السلوكيات وتتفاوت شخصيات أبنائهم نلاقي واحد مثلا ملتزم مع أسرته ماديا معنويا هذا لما يكبر طبعا ونلاقي باقي الأخوة عكس كذلك يعني برأيك يعني ما الحل لهذه المشكلة يعني الضغط كامل على شخص واحد وفرد واحد حقيقة مشكلة موجودة في الكثير من البيوت العربية أساس هذه المشكلة كما قلت لك أن هذا الإبن هو كان شخصية مبادرة وتعويد على الأعمال من قبل الأهل في الأهل في البداية يكونوا صغارا ويعلموا أبنائهم لهذه المهارات فهذا الإبن اكتسب هذه المهارات تحمل المسؤولية عندما يأتي الدور على الإبن الأصغر أو البنت الصغرة الآن سأعيد الدور في التربية من جديد وأنا مثل ما بتقولي قلبي خلاص صياني لم يعود يتحمل أنني سأعيد نفس المهارات التي قمت بها مع الشخص الأكبر خاصة في حالة أن أحيانا الإبن الأكبر يقول أنا أقوم بهذا العمل الإبن الأصغر يرفض ويعترض فالإبن الأكبر يقول لا توجعوا راسكم أنا أقوم بهذا العمل لكن في الحقيقة فيما بعد تدريجيا تصبح الأعمال كلها على الأكبر فعلا وخاصة لما يكبروا يعني الإبن هذا يشعر كثير بالظلم أنه كل أخوته مقصرين وأنا واحدة من أقوم بالواقبات يعني يحصل كثير مشاكل أسرية بسبب هذا الموضوع بأساسا أن الأهل تخلوا عن مسؤوليتهم في تعليم الأبناء الآخرين أيضا مهارة تحمل المسؤولية كما قلت لك في البداية هي ليست مهارة سهلة سيعارض الأبناء وسنواجه بالعناد لن أستطيع أن أقوم فتبدأ الأهل بتعليمهم هذه المهارة تدريجيا كما نجحوا في تعليم هذه المهارة للإبن الأكبر سينجحوا في الإبن الأصغر ولكن هم بحاجة إلى الكثير من الصبر والمثابرة حتى تتطور شخصية جميع الأبناء بشكل سليم فعلا وهذا يعني يؤدينا إلى أنه نحصل على الطفل واثق من نفسه عنده قدرة على قيادة حياته ويكون أيضا شخص مبادر في المجتمع وما أحلى أن يكون أطفالنا بهذه الصفات وهذه الميزات سعدنا بهذا اللقاء معك يعني دكتورة نسيبة جلال كينغ اللقاء راعي نتمنى أنه استفادت الأسرة اليمنية من الكلام اللي طرحته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة